الأحماض النووية تعد الخلية، الوحدة الأساسية في بناء الأنسجة الحية، وتحتوي معظم الخلايا البشرية على أنويات تحوي الجينوم مقسماً إلى 23 زوجاً من الكروموسومات. يحتوي كل منها على سلسلة طويلة من الـ DNA متكدسة حول البروتينات تسمى الهيستونات، ويقسم الـ DNA إلى جينات تحتوي على معلومات تصنيع البروتين. وتتواجد الأحماض النووية في خلايا جميع الكائنات الحية، وهي مسؤولة عن تخزين جميع المعلومات الوراثية وتخليق البروتين. الأحماض النووية هي بولميرات كبيرة تتكون من مونمر يسمى نيوكليوتيدات. تتركب نيوكليوتيدة الواحدة من ثلاثة أجزاء رئيسية، هي سكر خماسي الكربون، مجموعة فوسفات، قاعدة نيتروجينية. القاعدة النيتروجينية تحتوي على أربع قواعد كيميائية يرمز لها بالرموز A وC وG وT، بحيث تتكامل القاعدة A مع القاعدة T وتتكامل القاعدة C مع القاعدة G. تتحد النيوكليوتيدات معاً عن طريق تفاعل بلمرة بين السكر خماسي الكربون لأحد النيوكليوتيدات ومجموعة الفوسفات لنيوكليوتيدة أخرى. وبهذا يكون قد تكون عمود فقري من السكر والفوسفات لربط النيوكليوتيدات معاً. يعد الـ DNA حمضاً نووياً يتكون من شريطين من النيوكليوتيدات ملفوفين حول بعضهما في شكل لولب مزدوج. يرتبط شريط الـ DNA معاً بروابط هيدروجينية، فكما ذكرنا يتحد الـ G مع الـ C واتحد الـ A مع الـ T. يعد كذلك الـ RNA حمضاً نووياً يتكون من شريط واحد من النيوكليوتيدات. لذلك يعد الـ DNA أكثر ثباتاً كيميائياً من الـ RNA. ومن أهم الفروق بين الـ DNA والـ RNA في الوظيفة أن الـ DNA مسؤول عن تخزين المعلومات اللازمة لتخليق البروتين. أما الـ RNA فمسؤول عن تنظيم عملية تخليق البروتين بناء على المعلومات التي يحملها الـ DNA.